بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي سيدنا محمد اللهم صلى الله عليه وسلم مبارك عليه بسم الله نبدأ ان شاء الله النهاردة هنعمل بامر وطلب من متابعة الفطير السعيدي او بنقول عليه الفطير بالمرأ هي بعثت لي كومنت وانا صورت لكم الكومنت عشان تشوفوه هي قالت لي على اسم غريب كده بس انا ملاقيتش حاجة بالطريقة اللي بتوصفها غير الفطير فقلت يبقى هو وفا عملته لها ان شاء الله وعدته مرة واثنين في القناة عشان هي قالت لي واشرحيه بالتفصيل اهو الكومنت بتاعها علشان يبقى فيه مصدقية في الكلام ده للعلم وانا تحت امركو في اي حاجة تطلوه يلا بنا على المقدير بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنحتاج للفطير طبعا اللحمة وشربتها هو متكون او المرأة بتاعته بتتعمل من شربة اللحمة التقيلة السمينة يعني لما بقى اللحمة سمينة وفيها دهن كتير وجامدة بيحبوا كده في الصيد وبالسمنة البلدي انا هنا سلقت اللحمة اللي شفتوها مع البوكي جرني بتاعها اي بهارات عندك وبصل وتوم وكرفس وجزر وطمطماية او معلقة صلصة وتسلقت اللحمة وبقت زي ما انت شايف احنا بنحب اللحمة هنا بيحبوا يدوسوا عليها قوي يعني في السوى علشان تبقى طرية بيحبوها كده يعني بص المرأة السمينة ازاي يعني فيه دهن كتير واضح يعني الاكلة دي جامدة وتقيلة بيحبوها كده ودي عنديهم مشهورة بيعملوها كل سوق سوق اسبوعي للبلد لازم يجيبوا اللحمة من السوق ويرجعوا يطبخوها ويعملوا معها فطير تبقى عاملة الفطير قبلية مستعدة ان يوم السوق هتعمل فطير وبيحبوها جدا في المناسبات عنديهم في الاعياد وكده عشان كده في عيد الضحية يبقى احنا بنعمل فتة هم لا بيحبوا الفطير ده يوم العيد وعملت معها ملوخية ورزد وصلتة خضرة وبتنجن مخلل زي ما انت شايفة المرأة بنعملها زي ما انت شايفها بتبقى بوكي جرنيري المرأة لللحمة بعد ما تستوي بنعمل بصلة تاني نحمرها بكل البهارات اللي حطناها في اللحمة تاني نحطها تاني مع البصل ونطفيها بالشربة بس وتسبك الشربة في البصلة دي وتتساب وتغلي كويس وهي دي اللي بيستعملوها في تسقية الفطير بيسقوا بها الفطير ده اللي شفتون بيعملو فيه اهلنا في السعيد وعملت زيهم وطلعت خطيرة طبعا هم بيزودوا جامد او السمن والحاجات دي احنا ما بنحطش عليها سمن جامد انا بستكفى يعني بالتحمير بتاع البصل بسمنة بلدي هم بقى بيرشوا تاني مع المرأ سمنة كل راء بتقطع الفطير وهي تحط الفطير راء سمنة وراء فطير وراء مرأ راء مرأ بالبصل وهيعجبكو جدا الفطير السعيد بالبصل ودي الكومنت تاني بتقول عليها السخيمة بالبصل مرأ ببصل انا معرفش السخيمة دي ايه بس هي قالتلي كده وانا توقعت ان الكلام ده على اهو اللي بتعملو في السعيد معنى كده انها بتتكلم على الفطير بتاعنا السعيد فانا حبيت اقول لها وما اديروا كلها يا حبيبتي بس لحمة والبهارات بتاعتها وتتحمر بتتسلق كويس وبعد ما بتطلع من السريق اللحمة زي ما انت شايفة كده احنا عملنا قبل كده معاكم بالتفصيل وهحطوا في صندق الوصف بتاع القناة بس حبيت اعملو علشان هي قالتلي عملية تاني اه ادي اللحمة ولازم تبقى لحمة سمينة يعني كتير فيها الابيض الدهني يعني بيحبوها جمدة كده يعني بيحبوها اكلة ترم البدن زي ما بيقولهم ما بيحبوها بالطريقة دي ادي اللحمة شوفي ازاي الشربة سمينة طبعا ببقى محمرة البصل زي كاني هعمل تقليب الطماطم وبعدين بحط عليها بدل الطماطم شربة واسبها تسبك مع الشربة كويس قوي وكده يبقى خلصنا من مرأة بتاع الفطير وبعد كده الفطير ده انا عملها قبل كده معاكم برضو هسيبهو لكم في صندوق الوصف الفطيرة نفسها اللي هي دي بتقطعو حتة صغيرة وتحط رأة فطير ورأة شربة ورأة سمن هي بتحط احنا انا بكتفي بالسمنة اللي حمرت بيها طبعا كالعادة انا عندي ناسنا بتحبش اللحمة فعملالها ترزد وملوخية النهاردة وسلطة خضرة السلطة الخضرة طبعا عادية سلطة خضرة عادية خالص وبتنجن مخلط طماطم خضرة يعني عشان لما بنكل حاجة تقيلة لازم نكل معها خضرة عشان تنظف مع الدهون اللي في الشرايين وبتنجن طبعا هي اكل دمار بالمرة يعني النهاردة اكل دمار بالمرة وده الغداء كان النهاردة كله فطيرو ملوخية والى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسيش تشترك وتفعلي الجرس عشان يصارك كل جديد السلام عليكم